محمد ابن عبد الله ابن الحسن النفس الزكية المتوفي سنة 145 هجرية ومحمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي الطالب الهاشمي أبو عبد الله المدني اشتغر بالعلم والزهد حتى لقب بالنفس الزكية وكان من سادات بني هاشم علما وشجاعة وكرما كان صواما قواما من الصالحين سماه أهل بيته بالمهدي ولعله اقتنع بأنه المبشر به في الأحاديث خاصة وأن اسمه محمد ابن عبد الله وأنه من ولد فاطمة عليها السلام وهو يرى ظلم ملوك الدولة الأموية وكان النفس الزكية قد بايعه جماعة من أهل الحجاز في أواخر دولة مروان الحمار بالخلافة وكان من بينهم أبو جعفر المنصور الذي أصبح فيما بعد الخليفة العباس الثاني بعد وفاة أبي العباس السفاح في أواخر سنة 136 هجرية فلما بايع المنصور بالخلافة اختفى محمد ومعه أخوه براهيم خوفا من المنصور أن يبطش بهما وخاف المنصور أن يخرج عليه وطالبانه بالخلافة ولما لم يتمكن المنصور من القبض عليهما قبض على أبيهما وجماعة من أقاربهما وحبسهم في سجن المدينة ثم نقلهم إلى العراق ومات كثير منهم في السجن فلما ضاق محمد غرعا بالاختفاء تواعد هو وأخوه بالظهور في يوم واحد فظهر محمد في المدينة وهجم على أمير المدينة وسجنه ثم استولى على المدينة كما استولى أخوه على البصرة في اليوم نفسه وبايعه أهل المدينة وتلقب بالمهدي وقد صرح بمهديته فبعض رسائله إلى المنصور قال ابن كثير تلقب بالمهدي طمعا أن يكون هو المذكور في الأحاديث فلما لم يكن به ولا تم له ما رجاه ولا ما تمناه فإن لله وجرد بينه وبين المنصور مكاتبات كل منهما يعد فضائله وحقه للخلافة والإمارة لكن لم تنحل المشكلة بالمكاتبات فجرت معارك طاحنة كادت أن تغير مصار التاريخ إلى أن وجه المنصور جيشا قوابه عشرة آلاف جندي بقيادة عيسى ابن موسى العباسي ودافع النفس الزكية وأصحابه بضراوة ولكنهم لم يستطيعوا أن يصمدوا أمام الجيش العباسي وكان المصير أن قتل محمد النفس الزكية وهو ينادي ويحكم ابن نبيكم مجروح مظلوم وكان ذلك في 14 رمضان سنة 145 هجرية لقد دخل في روع النفس الزكية أنه المهدي الموعود ولم ينتبه إلى السنن الكونية وأن ظهور المهدي لا بد له من مقدمات يستطيع فيها أن يحكم المسلمين حكما إسلاميا صحيحا وأن المهدي في آخر الزمان عند نزول عيسى عليه السلام وادعى بعض الجارضية أنه حي لم يقتل ولا مات ولا يموت حتى يملأ الأرض عرلا كما ملأت جورا وزعم المحمدية أنه في جبل حاجر من ناحية نجد إلى أن يؤمر بالخروج فيخرج ويملق الأرض ويبايع له بمكة بين الركن والمقام اشتركوا في القناة